بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمدين وعلى آل محمد شونكم شخباركم شون رتكونون كلكم بخير حبيباتي ورداتي وانتو تشاهدون الفيديو اليوم جايتكم اكيد اول ما بديت يعني هنا دا اسوي الغداء اليوم غدانا هو التبسي و اكيد لازم من اسوي يعني التبسي و اقلي لازم اسوي لفد لفة تصبيرة خلي نسميها يعني البيت مجان من بعد ما قليت اول وجبة سويت هنانا اللفة حيبات قلبي هذي تصبيرتي كانت وزهمكم مليون الف عافية حباي وقلبي من يوم نعتكم هشي مثلي منت قلي لبيت مجان او مثلا سوي النواشف تحب سوي فد لفة يعني قبل لا يعني انت تتغدأ او تتعش وهنانا اكيد يعني اني مثل ما تعرفون اني اسوي التبسي اقلي كل شي على حده البيت مجاني البوتيتة و احمس البصل و الفلفل و ادير عليه الطماطة و احمس المعجون و اخلي الثوم و المي و اضيف عليه البيت مجان المقلة و البوتيتة حباي قلبي هذي طريقة جنن يمكن هذي ثاني مرة انا انزل بيها التبسي و اتمنى منعكم لاتملوون حبيبات قلبي لانه هذا جزء منه يومياتي و الروتين اللي انزله اني كل يوم حبيبات قلبي هذا كان اكيد غدانة التبسي و التمن البزل اللي جنن يخبل و طرشي و خيار و بصد و خير و نعمة من رب العالمين و سهمكم العافية حبيباتي حبيبات قلبي فيديو اليوم اكيد متنوع بكل شي و كلاشي حبيباتي حبيت اليوم اكيد من بعد ما اضغديت هنا شربنا التشاي العراقي الامهيل اكيد بالاستكان مرة اجاني تعليق قالولي اتي ليش ما تشربين تشاي بالاستكان بالاستكان التشاي كلش طيب ف يعني صدفة اختي جابت لي هدية استكان جابت لي درزين فقلت لازم اشرب تشاي بالاستكان بعد حتى متابعاتي يشوفون يعني ايدي اشرب تشاي بالاستكان اكيد تحياتنا لمتابعتنا و تفضلوا اياي يشربوا تشاي حبايب قلبي سامكم العافية مثل ما رشوفون هنا عندي مشتريات اكيد يعني الاسبوعية بس اكوي عن شغلات مثل ما قلت لكم قبل مو اسبوعية يعني مثلا اكو فدي يعني شهرية او مثلا كل اسبوعين ثلاثة حسب هذي اكيد الشامبو يعني اجيبة يعني جبت كل شوية انواع شامبوات بس ما ولمني يعني ما اعرف قمت اجيب من هذا هذا شوية احسن لانه يعني صير عدنا حكة بفروة الرأس فجبت كل شوية انواع ضد القشرة بس هذا والبنا الحمدلله والشكر اه وهذا الزاهر مثل ما رشوفون والبزالية وهذه القهوة سريعة الذوابان كلش طيبة هذي دائما اجيب من عدها بس يعني هذي اول مرة اجيب من عدها هذي نوعية والكمامات اكيد والصابون اه هواي هواي كلشو هواي شغلات اللي البيت يعني يحتاجه حبيبات قلبي وهنانه مثل ما رشوفون التمر لازم يكون موجود بالبيت دائما ومثل ما رشوفون اهنانه دا عزل الكاونتر الملحق اعني بي مثل ما هي شير تشوفون هذا الشكل خلي بي استكاين قلاصات اصفطهن هو تشي فحبيت انه اغلفه بلاصق لون اسود و يعني استكاين طلعتهم قلاصات الكواب وشغلات كلهن كاسات حتى اغسلهن وانشفهن ومن بعدها اصفطهن ارجعن بمكانهن واكيد حباي بي كلش كلش هواي بارد هاليام سوالفولي شون نقاضيها اكيد يعني احنا من كما شغلنا قبل مباشرة نلفلف نفسنا بالبطانية ونقابل الصوبة ونقعد لانه والله من يعني من كثرة ما نخلي ايدنا بالمي وشغلنا بالمي بعد ما نخلص شغلنا تلزمنا هيتش يعني برودة كلش قوية بالخص ارجلينا ايدينا كلش يعني الثلج كلش بارد حبيبات حبيبات قلبي احب اشكر متابعاتي الجدد اللي اشتركنوا ويايا بقناتي ربي يحفظكم ويسعدكم حبايب قلبي وتحياتي لكل صاحبات القنوات اللي موجودات ويايا تدرون والله العظيم انا مو قصة لايك او اشتراك او مثلا قصة مشاهدات بس الله شاهد انا سبحان الله معرف يعني هواي يعني اتعلقت بمتابعاتي وبتعليقاتهم الحلوة حتى ادخل على قناة التعليقات القديمة الفيديوهات اللي منزلتهم يعني اشوف كل شي هواي ماكو بنات لشانوا يعلقوا لي اتمنى منعدهم اذا دي يسمعوني وهم بخير يكتبوا لي بالتعليقات انه يعني احنا بخير وموجودات ويا جدا نتابعت لانه افتقدهم او منهم صاحبات قنواتهم مينة ما موجودات يعني تعليقاتهم ماكو افتقدتهم كل شي هوي ربي يحرصهم ويحفظهم وين ما يكونون وحبيبات قلبي هنا من بعد ما صفتت الشغلات اللي كان موجودات ومتشرات لميناهن وصفتناهن ورتبناهن اذني طبعا هذي الكوابة ماعرف يعني يسموهن ما العشاق او هيت شي شي فشفتهن يعني اللي بيعون من عدهن سألت شنو هالي شي شي ذني لكوابة نص كوب هذا نص كوب وبنص كوب قالوا هذي يسموهن كوابة يعني ما المعرف ما الكابول ما عرف ما شنون ما هو العشاق اللي افتهمته فقلت خلي اشتريهن شكل كلش حلو ويعني حتى نشرب بي شاي عني واجوزه من بعد ما شربت شاي قلت خلي أسوي لكم فد خلطة يعني للتشققات مع القدمين يصيرا يعني أكيد من المي والشغل والتعب يصير هذا الشي لأم البيت وإنما إذا قاعدة وساكتة ومرتاحة سندوس ليش يصير بيها بس أكيد إحنا همي ما راح نهمل نفسنا رغم إحنا هواي كلش هواي تعبانات وشغل البيت اللي المشاق والأخص بالشتاء هنا تشتروا هذا من الصيدلية سعره لاب 2000 لاب 1000 وحسب الصيدلية وحسب المكان الذي تشتروا من عنده وهذا الليمون عصرة الليمون يعني بقد خاشي وقد أكل على هلقد خلط كمية من الفازالين نخلطها أكيد كل الزيان على الدفو لأنه هسه أكيد الشتاء وبارد أكيد ما راح نسجن سواء إلا على التصوير ومن بعدها أرجع لكم وأخلي ويا حمرة هاي الحمرة السحرية اللي بكل بيت موجودة مثل قورة تشاي خليت منعدها قليل وراح أخلطها كل الزيان وأكيد من بعد ما تغسلين رجليش كل الزيان بميدافي وتنقعيها شوي بميدافي وخل وملح من بعدها تغسليها كل الزيان وتنشف فيها وتخليلها من هذه الخلطة السويناها والله كل شي تجيب نتيجة يعني شي خيال وديروا بالكم من هذا الأكسجين اللي دا أقول لكم عليا أنه أبدا لتتورطين تخليين هذا إحنا ليش خلينا الليمون حتى يعني بدال هذا الأكسجين اللي يقولون عليه يعني هذا الشي عن تجربة أنا سويت الخلطة هذه وخليت الأكسجين طبعا والله كل جضرني سوى عندي برجلية يعني هاي دا حتيكم قبل سنة سنتين قبل سنتين هذا الحتي أنه خليت الرجلية بوقتها جربت يعني حسب ما قال وهي كل شو هاي قنوات ويطلعون هاي وخلي أوكسجين وويل فازالين كل زين خليت وطلع الرجلية كل ش بسامير وهي 3 بسامير طلع لجو الرجلي وكل ش تعبت لحد ما عالجت ومن بعدها عرفت أنه كان الأكسجين هو السبب فحبيبات قلبي أنصحكم نصيحة لوجه الله لتخلون أوكسجين وهذه الخلطة ما التشاقق القدمين بس فقط تخلون الليمون والفازالين وتخلون الحمراء السحرية على مود شوية حتى لون يصير كل ش حلو وحبيبات من بعد ما يعني تخلوهن الرجلي كون كل زين تلبسون هاي يصير قفازات أو القدم هاي يصير مثل السيليكون هي تلبسوهن ومن بعد ما تغسلو ثاني يوم تخلو لهذا المرطب أو أي مرطب عندش بالبيت همية في بالغرض حبيبات قلبي ليش لأنه هاي الخلطة ما تشاقق القدمين ب يعني فازالين و الليمون الليمون يصد التشاققات يعني هذا اللي عرفته يعني لأنه مكثر استعمالي لهذه الخلطة كل رهيبة جنن فلازم بعد ما تغسلو رجلكم ثاني يوم ترطبوه بأي مرطب عندش وهمت البسين قفاز كل الشي هو يفيد وكل الزين عن تجربة حبيبات قلبي حبيت أفيد كم بهذه المعلومة وبهذه الخلطة ما تشاقق القدمين حبيبات قلبي وأكيد هنا سويت لهم تحلية من بعد ما تعشينا أكيد هذا يعني تحلية الشوفان والنشا بالحليب كل الش طيبة يعني أنصحكم تجربوا كل الش طيبة طعامها مثل السحلب بس هي عبارة عن شوفان مطحون ونشا وحليب وهيل طعامها يعني رهيب رهيب كل الش طيبة أتمنى منعدكم تجربوها وهي وحارة كل الش طيبة تطلع أكثر ما يعني أنتو برد بعد ما أعرف يعني بقد حسب رغبتكم أنتو شو ما تحبون يعني تأكلوها وبهي طريقة قدمتها حبيبات قلبي لهنا وصلت وياكم نهاية الفيديو أتمنى منعدكم تخلو لي لايك وتشتركون بقناتي وتشاهدون الفيديو للنهاية وأكون جدا جدا ممنون منعدكم أخواتي حبيباتي وارداتي ولهنا أقول لكم مع ألف ألف سلامة باي باي